اكد عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك أن هناك خطة خطيرة من قبل المتطرفين المستوطنين بأن يقوموا باقتحام صحن قبة الصخرة وذلك في إشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية برفقة المستوطنين يريدون تصعيد الوضع لافتا إلى أنه إذا تم السكوت عن هذه الخطة فربما تتمثل الخطوات المقبلة في الاقتحامات داخل قبة الصخرة والمسجد القبلي وقال الكسواني في لقاء مع دونيا الوطن ننظر بعين الخطورة لهذا التصعيد من قبل الشرطة الإسرائيلية في ظل سكوت العالم العربي والإسلامي عما يحدث بالقدس بالإضافة إلى تلويح أمريكا باعتماد القدس عاصمة لدولة الاحتلال وبالتالي كل هذه المجريات هي التي شجعت المتطرفين والشرطة الإسرائيلية على أن يفرض واقعا جديدا على المسجد الأقصى وحمل الكسواني الشرطة والحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن كل ردات الفعل على هذا التصعيد الخطير معللا ذلك بأنه يوتر المنطقة والقدس والمسجد الأقصى المبارك وفي السياق ذاته يمكن لهذا التصعيد أن يوتر المنطقة بأكملها نتيجة استمرار التهويد والحفريات وإقامة المستوطنات المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى جولات الاقتحامات بتشجيع من الشرطة الإسرائيلية ولفت مدير المسجد الأقصى إلى أن الاقتحامات شهدت اعتداءات على الحراس والمدير العام ورئيس قسم الحراسة وكافة الموظفين الذين تصدوا لهذه الاقتحامات كما حصلت هناك مشادات منوها في الوقت ذاته إلى أن ذلك ينذر بالتوتر في المنطقة وفي القدس وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك وفيما يتعلق باعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل أعلق الكاسواني بقوله القدس عاصمة عربية إسلامية منذ أول التاريخ واعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل سيؤدي إلى اشتعال المنطقة ولجوئها إلى العنف بالإضافة إلى أنه تشجيع للاستيطان ومخالفة للمعاهدات الدولية بدوره أشار الدكتور حنى عيسى الخبير في القانون الدولي إلى أن الوضع في القدس بعد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى واعتلائهم صحن قبة الصخرط لا يحتمل وخاصة لما تقوم به إسرائيل من تهويدات حول المسجد الأقصى ادعمنا بلايك واشتراك وشكرا